شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم ربنا الكريم بسعادة الدنيا والآخرة أيها السادة المشاهدون يضطرنا الرادار في الطريق للإبطاء والانضباط وعدم المخالفة حتى لا نتورط وندفع ولو أن إنسانا يعمل في مكان مراقب كله بالكاميرات فإنه سيكون حريصا في كل خطوة يخطوها وينظر لكل حركة يأتيها لماذا؟ لأنه منظور مراقب مكشوف الدول تضع الكاميرات في كل خطوة وزاوية حفاظا على الأمن وضبطا لإيقاع المجتمع وتقليصا للجريمة وحين يأمن ابن آدم العيون فإنه يشترع ويتهاون وربما يستبيح طيب بدون كاميرات ورادارات نحن المؤمنين ممكنون أن ربنا سبحانه وتعالى رقيب مطلع عليم خبير أحاط بكل شيء علمه ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلماذا نعصي ونظلم أنفسنا؟ هل هو التهاون؟ الاشتراء؟ الاستباحة؟ طول الأمد؟ سوء الأدب وانعدام الإيمان؟ هل الأمر هو هذا كله؟ باختلاف أحوال الناس؟ ممكن؟ لكنه أيضا غريب لأن ابن آدم قد علم عن طريق الوحي أن الله تعالى يسمع ويرى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فلم التجاهل والتهاون؟ والله رقيب عليم تبارك وتعالى ما فضل الذين يراقبون ويتقون ويعظمون وقفتنا اليوم أيها الأحبة في الله مع مقام من مقامات الإيمان ومقام المراقبة وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور أكرم عبدالستار كساب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحييك وسلمك دخلنا في الرادارات والمراقبة والرقابة المراقبة أساسا شيخنا ماذا نعني بكلمة المراقبة؟ قبل ما نبدأ ندخل في موضوعنا بموضوع الحلقة بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا ورسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزوجه أمهات المؤمنين ثم أما بعد يعني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يكون في ميزان حسناتكم جميعا اللهم أمين المراقبة أستاذ عقيل هي باختصار شديد عبارة عن تساوي السر والعلن خلوص السر والعلن أن يعظم الإنسان ما عظم الله وأن يحقر الإنسان ما حقر الله أن يستوي الظاهر مع الباطن أن يكون الإنسان منكشفا في كل شيء لأنه يدرك جيدا أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه كلام حضرتك في المقدمة هذه المقدمة الرائعة التي تتحدث عن الرادار الذي نراقبه جميعا حلما تعامل مع الرادار كأننا نراه فعلا يبقى التوجس طول الوقت عينك على الرادار وعلى الطريج إن أنت لما تشوفه هو يشوفك وبالتالي فيه نوع من أنواع الألم الألم اللحظي الآني السريع العاجل إنك تدفع إنك تغرم قد تكون بخمسمية بألف بألفين بأكثر بأقل ده بيخلي الإنسان دائما أبدا نعينه على الرادار بس أبل ما تكون نعينه على الرادار عينه هو على عداد المسافات وآخرته راح يدفع فلوس كلها خمسمية ولا ألف ولا ألفين ريال لكن لكن هذا مع الله سبحانه وتعالى مع الله سبحانه وتعالى أن يؤثر العبد ما أنزله الله وأن يعظم العبد ما عظم الله وأن يصغر العبد ما صغر الله فيستوي عنده السر مع العلانية هذه المراقبة باختصار شديد وبالتالي إذا تساوت الأمور عند هذا الإنسان وأصبح عنده الغني كالفقير فهو لا يجامل الغني ولا يظلم الفقير ولا يطغى على الفقير على حساب الغني لا هو يراقب الله الله سبحانه وتعالى يدرك جيدا أن عين الله لا تغيب عنه لأنه سبحانه وتعالى لا تقفى عليه خافية لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه يعلم السر والنجوة لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا كان الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة فلا شك أنه سيراقب الله عز وجل لكن لماذا يراقبنا الله عز وجل لأن الدنيا ضار امتحان وضار اختبار وضار اتلاء خلق الله عز وجل للناس خلقهم متساوين في يعني في خلقهم متساوين في القدرة والعطاءات وكل واحد أعطاه العقل الذي كلفه به ودمنط التكليف وبالتالي هناك من يهوي بنفسه إلى الهاوية وهناك من يعلو بنفسه إلى الدرجات العلم فهل يستوي الصالح مع الطالح وهل يستوي المؤمن مع الكافر وهل يستوي المطيع مع العاصي وهل يستوي من أنفق وأغضق وأعطى وأحسن مع من أساء وكذب وعصى هل يستوي من عاش يعني لحساب رغباته وشهواته ونزهواته على حساب مصلحة الناس مع من أعطى الناس مما خوله الله عز وجل وأعطاه هذا لن يتساوى وبالتالي لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عادل جاءت صفة المراقبة جاءت عبودية المراقبة لأنه لا يسوي بين إنسان ظالم هل يسوي الله عز وجل بين موسى وبين فرعون هل يسوي الله عز وجل بين آدم وإبليس هل يسوي الله عز وجل بين محمد وأبي جاه إذا لابد من المراقبة ليبلوكم أيكم أحسن عملاء أحسن عملاء فمن أحسن من خلال هذه المراقبة وأجاب الإجابات يعني الناجعة والناجحة كان يعني له عند الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة وأن ينجيه من العذاب الأليم لكن من رصب والله هذه درجاته وهذه أعماله من الصفات المواكبة لإسم الرقيب يعني نحن ما ذكرنا أيضا اسم الرقيب لو تعطينا فكرة عنه ومعنى الرقيب سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وعليم ومحيط قيوم لو تعطينا يعني يعني معنى هذه السفر دعني أبدأ صراحة من ما ذكرته أنتم هو لفظ الرقيب اسم الرقيب هذا الاسم الذي ورد في القرآن الكريم في ثلاث مرات مر في سورة النساء في مفتتح سورة النساء في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحية وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الموضع الثاني في سورة المائدة عندما تحدث الله جل وعلا بيكلم مع سيدنا عيسى عليه السلام وبيسأل سيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قالوا لا لا ما قلت هذا سبحانك وبعدين عشان سيدنا عيسى أصبحنا في يوم القيامة وأصبح سيدنا عيسى عليه السلام توفي الوفاة الحقيقية اللي هو حي الآن لكنه ستوفى قبل قيام الساعة ودي علامة من علامات الساعة فبيقول لربنا بكل أدى بيقول له فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فده الموضع الثاني الموضع الثالث في سورة الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيب هذا الاسم العظيم الذي ما كرت حضرتك له أسماء أخرى قريبة منه الرقيب وإحنا ولله المثل أعلى نضرب بس المثل في الحياة بتاعتني أنا ما ينفعش أجيب إنسان مراقب في لجنة من اللجان بيراقب عبادة في المتحانات ويكون لديه ما لديه من الحماقة أو لديه ما لديه ضعيف البصر أو أعمى أو أصم لا يسمع أو إنسان ذوب لها أو سوء أبدا أنا محتاج واحد يبقى عارف ده بيغشي إزاي ويطلع الورق منين وبيعمل إيه وعنده إدراك وبيسمع ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى لأنه رقيب هو سميح هو بصير هو مطلع هو محيط هو لطيف هو خبير كل ده لإن طبيعة المراقبة اللي هي تستوجبتها الحياة الدنيا تستوجب أن الله جل وعلا يحصي على العبد كل صغيرة وكل كبيرة في سورة الكهف يقول ربنا جل وعلا الكفار هم يقول الكلام ده وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا خلي بالك إحنا أحيانا بنتظلم برضو في موضوع المراقبة والجماع المراقبين بظلم واحد عشان يضبط اللقن ممكن واحد بس كده بيهرش ولا بيعمل حاجة فالمرقب يقوله أنت بغش طب تعال هات رأتك لكن لأن الله سبحانه وتعالى هو أصله هو رقيب لكنه لطيف هو سميع وبصير وشوف السيدة عيشة رضي الله عنها وأرضاها وهي في قصة المجادلة أو المجادلة التي جاءت إلى النبي خولة من تثعلبة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لها رسول الله أوسي بن الصم تزوكها تزوكها وفي يوم قال لها أنت عليك ظهر أمي خلاص أصبحت محرمة عليه كعالة الجاهلية فبتقول له مش يعرف يرعوي ربي فقال النبي ما أرى إلا أنك قد حرمت عليه السيدة عيشة بتقول إن هي أعدة في غرفة قريبة تسمع الحمار لكنها لا تفهم ما يقال وإذ بالسماوات تهتز والقرآن يتنزل والجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وهو رقيب يبقى سميع ويبقى بصير ولذلك عيشة تقول سبحانه من واسع صوته السماوات والأرض ده أنا أعدى جالسة ولم تسمع هي بجوارهم قريبة جدا شايف الحوار وشايف المرأة وهي تجادل وتحاول النبي لكن الحوار بالتفصيل بالدقة اللي دار هي لم تسمع هذا بالتفصيل فالله سبحانه وتعالى لأنه رقيب وكذلك محيط وكذلك سميع وكذلك بصير لكن أنا نقطة مهمة جدا لابد أن ندرك أنه لطيف المراقبة لطف مش رقابة على أساس واحد ساعات الرقابة اللي تصير يعني أو أني يقدر نقول تجسس طبعا أن الواحد يجسس ويطلع الزلات الزلات الطرف الآخر لكن الله سبحانه وتعالى يراقب حتى يحاسبنا ولطيف بنا أيضا نعم ودي قضية اللطف أنت عارف حضرك أستعقيل لو أن الله لم يكن بنا لطيفا ما هو رقيب لو لم يكن بنا لطيفا هنتفضح كلنا صحيح سيفضح الخلق جميعا شوف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول لو أن للجنوب رائحة لم فضى الناس من حولنا لو كل واحد بيعمل ذنب الذنب دوله رائحة معين يبقى عارفين الريحة دي بتاعة اللي بيأكل الريبة والريحة دي بتاعة الغشاش والكذاب والريحة دي بتاعة مش عارف ده تبقى كارثة ولكن لم فضى الناس من حولنا لكن أنه ستير حليم تواب بر آه هو مراقب نعم هو رقيب نعم لكن هذه المراقبة تحتاج إلى هذه الحكمة في عدل وفي حكمة وفي لطف وفي أيضا مد لأنه لطيف الولود شيخنا المراقبة المقصودة هنا من العبد على نفسه أو من الرب الأعلى سبحانه وتعالى من أنا راقب هي مراقبة مزدوجة مراقبة مزدوجة ولذلك حضرتك حديث سيدنا جبريل المعروف والمشهور لما قيل للنبي وقعد يسأله ما الإسلام وما الإيمان وبعد يسأله ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كما لو أن أنت شايف ربنا طيب اللي هشوف ربنا يعصي نعم طيب لو ما قدرت تصل لهذه المرتبة اللي بيسميها العلماء العارفون يسمونها مرتبة المشاهدة كأن أنت شايفه كأنك تراه كأنك تشاهده كأنك تنظر إليه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو يراك يبقى هو دي المراقبة يبقى المشاهدة درجة عالية جدا عالية فوق لا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم المرتبة التانية لمعدها لمرتبة المراقبة 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 التي تخلي العبد هي مراقبة من العبد لنفسه ولأعماله ويراقب لأن يعني على اعتبار أن الله أن الله جل وعلا ينظر إليه طيب في المقام الأخر هي أيضا مراقبة من الله سبحانه وتعالى هو يراقب عبده هو يحصي أعماله هو يطلع على كل صغيرة وكبيرة إذن هي مراقبة من الله ومن العبد أيضا أيضا شوف كان فيه سهل بن عبدالله التستوري وهذا أحد السلف الصالح كان خاله اسم محمد بن سوار فبيقول والعجيب منه كان عنده حوالي بتاع 3-4 سنوات سهل بن عبدالله التستوري فبيقول كان خاله بيقيم الليل وهو بيقيم الليل مع خاله بيتربى معاه وخاله بيربي فبيقول له عايز علمني يعني أي حاجة قال له يا سهل قل الله ناظري الله سامعي الله شاهدي الله مطلع من علي وقلها بس قلها بإيه قلها بقلبك قلها بقلبك ورددها فبدأ يرددها بعد فترة قال له برضو ردد عدد فترة طويلة حوالي سنة فجيب يسأله بيقول له ما دلت تذكر الله بهذا الذكر قال له نعم بتقول إيه الله شاهدي الله ناظري الله سامعي الله مطلع علي قال له يا سهل من علم أن الله ناظره وأن الله شاهده وأن الله سامعه وأن الله مطلع علي هل يعصيه قاله لا قال إياك والمعصي خلاص مع السلام روح فبيغرس فيه جانب المراقبة إن ربنا شايفه وبالتالي إذا أدركت أن الله شاهدي ما أنها أراقب على نفسي حاسبوا أنفسكم قبل قبل أن أدي المراقبة صورة من صور المراقبة جزاك الله خير أنا قاعد أفكر بعضهم تلاقي في بلاده بوضع معين ويعني إذا كان بين الناس أخصد فيحطاط في أن يعمل أي شيء خطأ لكن لما يسافر يأخذ راحته تشوى سبحان الله عنده خلل في مراقبة الله سبحانه وتعالى له هذه كارثة لأن هذا صنف من الناس أسأل الله جل وعلا أن ينجيه أنا أحيانا هذا الأمر موجود تقريبا عند طبقة كبيرة من الناس وقد نكون نحن منهم لكنها فيها حالة من حالة التفاوت فيه واحد بيأتيها بلا مواربة يعني إذا خرج من بلاده فجعل الحبل على الغارب وأصبح حياؤه من أهله من عشيرته من أقربائه من الناس اللي معاه أكبر بكثير من مراقبة الله عز وجل الله فهو إذا خلق خرج خلق نحن بسميه عندنا كيقولك برقع الحياة خلاص ولدرجة أنه حتى ممكن يكون يغار على أهله في بلده ولكن خارج بلده حتى لو لبست ما لبست ما عنده مشكلة بتهى الموضوع فهذا جعل الله جل وعلا أهونا الناظرين إليه وهذه النوعية من الناس والعياد بالله يعني يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة الحسنات شوف قد إيه كبيرة جدا صحيح لكن الله عز وجل ينسف كل هذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورة فأم سيدنا ثوبان يقول للنبي يا رسول الله صفهم لنا جليهم لنا نعرفهم أوصفهم إيه إيه طبيعة الناس ذلي يكون إحنا منهم فقال أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون شوف حضرتك ده مش بيصلي بس الفروض بس ده بيأخذ من الليل قصد ده بيقيم الليل لكن الإشكالية الكبرى لكنهم كانوا إذا خلوا بمحار من الله انتهكوها لوحده ما حد شايفه لا بلده ولا حد من أهله ولا 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 هذا يهتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل فإذا هتك العبد السر الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى كل شيء قدمه خلاص راح لماذا؟ لأنه استخف بالله عز وجل أستاذ عقيل حضرتك إحنا أحيانا ابنك لو عمل حاجة يعني هو قدامك ما بيعملهاش وراك يعمل لو أنت أدركت وشفت وكده وقلت له هااااااااااااااااااااا يعني أنت بتتحك علي بتستخف بي يعني أم أكون مش باقلت تصنع وكذا في الحالة دي دي حالة من حالات من حالات الاستغفاف حالة من حالات الاستهتار بعذاب الله وبوعيد الله عز وجل ولذاك إحنا بنقول إن المراقبة هي استواء السر مع إيه؟ مع العلن يبقى بلدي زي غير بلدي أمام الناس زي غير الناس صحيقة تقل لكن لا يكون الأمر مفتوحة خالص كده طبعا الشيخ صعب جدا للغاية الله المستعان الله يرحمنا برحمته أزاك الله خير فضيت الشيخ نستميحك أو تسامحنا عندنا فاصل ثم نرجع لك ونواصل حديثك الطيب إن شاء الله فاصل ونواصل شكرا لكم الله عزيزي المشاهدين وهذه الحلقة عن مراقبة الله عز وجل وضيفنا هو فضيت الشيخ دكتور أكرم كساب حال السلف مع المراقبة خلنا نرجع لهذه الأمثلة المشرفة خلنا نسمحها لعل وعسى نختدي بها إن شاء الله سلفنا الصالح ضربوا أروع الأمثلة في كل شيء في كل الأعمال قضية المراقبة هي قضية لأنها تتعلق بإخلاص العمل فهم كانوا يعني كما يقولون على المحق منها أتوا أروع أو ضربوا أروع الأمثلة في ذلك سروا في ذلك أنهم أدركوا قول الله سبحانه وتعالى ما يلفظه من قول لا لديه رقيب عتيد تعرف سيدنا أحمد بن حمبر رحمة الله عليه وهو على مرض الموت فراش الموت خلاص فكان يئن يتأوه قالوا له إن طاووس يذكر بأن الأنين يكتب الأنين حتى التأوه بيكتب فأمسك أنينه أمسك حتى الأنين والتأوه ما خافت أن يكون فيه نوع من أنواع الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره وتي مراقبة مراقبة عليها لا يؤتاها إلا كان فيه رجل اسمه أحد الصالحين اسمه نوح لعله نوح بن مريم كان رجلا عالما زاهدا ورعا طقيا صاحب مال كان عنده حديقة أو بستان فكان عنده غلام اسمه مبارك فأخذ مبارك هذا وأذهبه يعني دا كان فيه عنب قال يعني لحراسته وتركه شهرين ثم ذهب إليه فقال له ذهب فتوضأ من ماء للبستان أو الحديقة وقال له تني بعنقوده من العنب أول عنقود قبه له كان حامضا فقال له تنيبي بعنقود آخر قال بالتاني حامض التالت حامض فكاد يعني يعني يغضب يعني مالي وزرعي لا تستطيع أن تتنيبيه بحبة طيبة فقال له سيدي والله لا أعلم الحلوة من المر قال شهران ولم تأكل قال والله ما طعمته ولم تأكل قال والله ما أكلت منه شيئا أرسلتني حارسا ولم ترسلني يعني آكلا يعني قال كيف قال الله جل وعلا رخيم علي أنا لا أعرف الحلوة من الحامض لا أعرف قال له سأستشيرك في شيء تقدم لابنته كان عنده بنت غاية في الجمال قال له تقدم لها الكثير لمن أزوجها قال في الجاهلية كانوا يزوجون على الأصل والحسب والنسب والجاه واليهود يزوجون على المال والنصارى يزوجون على الجمال والآن يزوجون على الجاه والمال وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء بالزواج على أن يكون على الخلق والدين فاصنع ما شئت ومن تشبه بقوم فهو منهم قال أما وإن كان الأمر كذلك فقد جعلتك حرا لوجه الله تعالى الله أكبر الثانية قال عندي ابنه أعرضه عليك للزواج اللي قال لها الناس تعالت زواجه قال أراها فراح فذهبت البنت قالت له رضيته لي قال لها نعم قال قد رضيت عرف يطلع من ابن المبارك هذا سيدنا عبد الله ابن المبارك الإمام الورع الزاهد اللي هو كان يروح لسيدنا الفضيل بن عياض يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لنت أنشتها عطاق ماذا كده رددناها نعم لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب وجهه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب الشاهد شف المراقبة جعلته حرا لوجه الله عز وجل جعلته تزوج امرأة صالحة غنية ثرية اللي أحسن من ذا كله كمان إنه كمان ربنا أكرمه بولد نحن نترضى عليه صباحا مسائد ذكر اسمه ونترحم عليه لأن أباه أحسن التربية سيدنا عمر بن خطب رجي الله عنه أرضاه وماشي في سفرة من الأسفار إن حضر إلى يعني وادي في جبل فوجد راعي غنم معه غنم فقال للراعي يعني ما تدينا كده يعني شاه قال لسته بالمالك قال لا أقول لي سيدك أكلها الذئب قال له أين الله كلمة أين الله رجد سيدنا عمر يعني بيقول له فين ربنا ماشي سيدي مش موجود وهاتحك عليه أين الله فين ربنا أقول أروح من ربنا فين لكن لما هزت عمر رجي الله عنه وأرضاه ذهب علي سيده واشتراه وأعتقاه ثم قال له يا غلام أعتقدك هذه الكلمة في الدنيا وأسأل الله جل وعلا أن تعتقك من نار يوم القيام باعت اللبن الله ينوع هذه بروحة من الأمثلة المعروفة عندنا وقد ناها في المدارس حتى وشوف خلباك باعت اللبن ديت ييجي من أسلاح سيدنا مين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ما هي ديت أصلا دي عمر بن عبد العزيز يعتبر ده من حفيد من أحفادها سيدنا عمر راح لولاده في البيت قال له من يتزوجها وبعدين لما لأ الكل سكي قال له ما أتزوجها أنا عندكوش نية أنا مقول سيدنا عمر فقام واحد منهم وقال أنا عاصم تزوجها عمر بن عبد العزيز ولذلك هو عمر بن عبد العزيز ما هو يعتبر مين ما هو جده الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ديكا برضو من هذه المراقبة التي لها عمر غاب عنه فأين عمنا الله سبحانه وتعالى هذه صراحة الأمثلة الرائعة نحن بحاجة إليها الآن زاكرة الخير الآن يعني ماذا لو لم نعش مقام المراقبة يعني كيف يكون حالنا لو واحد ما يحطب على أنه في الله يشوف ويراقب ويحاسب فماذا سنصنع أبولا سيتجرأ العبد على المعاصي جرأة لا حدود لها وسترى على فكرة دم أقود يعني معلش هو الظالم حين يظلم والسارب حين يسرق والمجرم حين يتجبر على خلق الله والمتكبر حين تعالى على خلق الله عز وجل هل هذا مدرك أن الله عن الله يراقبه هل هذا مدرك أن الله مطلع عليه هو قد يقول هذا مجرد كلام لك على الأرض الواقع هو أبدا مطلقا ولذلك هو يبطش بهذا ويضرب هذا ويسرق مال هذا ودال هو المفلس في النهاية يكون مفلس في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فالنبي أراد أن يغير هذه النظرة المادية البحث قالوا المفلس من أمتي مش الفقر المعدم مش اللي هو ما عندهش مال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وبعض الرواد في حج أتى بكل أعمال الخير لكنه أتى وقال يضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته طيب العملية خلصت ما بأشفي عنده حسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه خلاص راح يبقى مع السلام ألقي به إلى النار المجتمع سيتحول إلى غابة لأنه ما فيش رقابة لأنه يدرك أنه لا رقيب عليه سبحان الله فيه مجتمعات علشان الشرطة خايفين ولا هو إذا كان ما فيه شرطة وما فيه أمن كل واحد يأخذ راحته فعلا هناك مجتمعات دول نعرفها أنه لما يغيب الأمن خلاص انتهى عمر بن خطاب كلام حضرتك كلام رائع ودليل وذلك بس نطلع لفوق شوية سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر عينه قاضي قاعد سنة ما فيش حد بيجيله ما فيش قضايا الله أكبر ما فيش خلاف فعمر قال له ماذا أصنع أنا بأخذ رهاتف وظيفة أعمل بيها إيه الناس عرفت لله واللي عليه استوى السر مع مع العلانية أصبح الأمن يؤثرون ما أنزل الله ويعظمون ما عظم الله ويصغرون ما صغر الله فأصبح الأمر عندهم عندهم سواء وبالتالي عمر ليس بحاجة لمثل هذا الأمر لكن عندما بقى يغيب الرخيب وينتهي الأمر كارثة من الكوافر أنا أذكر لحضرك مثال رائع جدا أيضا وفي صحيح عند المامي مسلم رحمة الله عليه قصة المعروفة بتاعت المرأة الغامدية التي زنت مع سيدنا ماعس وقال سيدنا ماعس خلاص يقام عليه الحد بالمرأة الغامدية لا أدي حامل طيب ماذا صنع النبي عليه السلام إذ هابي حتى تضعي النبي أعاد فيه هل حبسها ده قبل كده كمان ما الذي أتى بالمرأة وما الذي أتى بسيدنا ماعس حد شافه ما رأاه من أحد المرأة الغامدية التي أتت هذه الجريمة ما لم يعلم بها أحد وهو يقول له أصبت حدا فطهرني يا رسول الله ويبدأ النبي يقول له يجيله من أمامه فيعرض عنه بواجهه جهة اليمين فيأتيه من تلقاء يمين يقول النبي يعرض جهة اليسار يروح اليمة التانية يجيله من وراء يا أصبت حدا فطهرني يومنا بيقول لهم شموا فمة الرغل ده يمكن شارب خمر ولا حاجة مش عارف لا مشارب طيب هل بي عقله من شيء الرغل ده يعني واحد جاي بيقول أقيم علي الحد هو فيه إيه مش ربنا سطر وما يروح وخلاص يقول أصبت حد عقله سليم ومشارب أصبت حد مين اللي شافه الله سبحانه وتعالى أدرك أن الله رقيب أن الله مطلع عليه المرأة الغامدية لما النبي قال لها روحي حتى تضعي هتعد قد إيه تسعة شهور تسعة شهور تسعة شهور إذهاب حتى تفطني مراحد قعد تقدي إيه كمان سنة سنة أو سنتين سنتين هو والعلى الأقل سنة ونصف من الذي ما كانش فيه شرطة موجودة ولا اسم ولا سجن ولا درعاية لا أبدا بروحها جدا هي بروحها ترجع الله مطلع عليها أدركت هذا الأمر وأدركت في النهاية أن فضيحة الدنيا أصلا هي فضيحة نعم آه لكنها أهون بكثير فضيحة من فضيحة يوم القيام فإذا غابت إذا وجهت المراقبة وجد المجتمع الآمن نعم وإذا غابت المراقبة وجد المجتمع إنه هو غابة من الغابات الله سبحانه وتعالى يعني مش فقط أعمالنا يراها الشغلات التي تخطر في بالنا سواء كانت في خير أو شر يعلمها الله سبحانه وتعالى فالمسألة موسهلة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توس وسو به نفسه الوسوس بروحة يعني الحساب ليس ليس بالشيء أنت يعني جبتنا لموقف عجيب جدا للغاية آخر سورة البقرة وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله صعب على فكرة الله أكبر صعب جدا ولذلك الصحابة قلهم قال للنبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب قالوا مش قادرين هذا الأمر لا نستطيع أمرنا بالجهادي فجهادنا أمرنا بالصيام فصمنا بالصلاة صلينا زاكا ماشي كل حاجة عملناها لكن دي صعبة وإن تبدو ما في أنفسكم أصل حضرتك إن تقعد دلوقتي أنه ممكن أكون بأضمر حاجة في نفسي الأستاذ عبدالي مخرج بس برة بأضمر حاجة لأخواننا المصورين أو الأستاذ المخرج لا يطلع عليك إلا الله وإن تبدو حتظهروه أو تخفوه حتحاسب فيؤمن الصحابة يقولوا النبي كلام يقولهم يبقى اللي في النفس مجرد الخاطرة والوسواس والحديث النفس وأنها عملت فلان كذا وكذا طالما إنه لم يترجم إلى عمل طالما إنه خلاص اليد لم تكتسبه ما نزلش على أرض الواقع دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى وإذا بقول حضرتك هو فعلا الله مطلع للإنسان عارف كل كبير وكل صغير ده والله الذي لا إله غيره لأنه رقيب لطيف نعم عظيم تعرف حضرتك الذي كما في الحديث الناس أرضع فيه كده حاجات عجيبة جدا لو أن إنسانا همى بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة شيء عظيم طب لو همى بحسنة وعملها ياخد عشر حسنات طب لو همى بسيئة وعملها كتبت سيئة طب لو همى بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة إيه العدل ده إيه العظم دي يعني المحاسبة هي خير طبعا لأنه رقيب لأنه مطلع بس عارف أن أنت أضمرت سوء وهمت بأنها تعمل سيئة في فلان أو كذا أو كذا لكن إيه اللي خلك ما تعملهاش خوف من الله فمجرد الرجوع للخلف خطوة دية دفحة ذاته يبقى خلبك شوف برضو مفاعد المراقبة نعم نعم أنه يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور الله أكبر ما ألطفه سبحانه وتعالى كيف أنمي إحساس المراقبة في نفسي يا شيخ؟ أولا إحساس المراقبة في النفس لابد أن يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة بمعنى أن يدرك فعلا أن الله سبحانه وتعالى رقيب وأن رقابة الله جل وعلا ده مش سهلة تخلي بالحضرتك في صورة في الصلة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الإيدة تشهد مش بس الجار والصديق والأهل لا 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 ده المكان اللي هو كان عمل فيه الحسن أو عمل فيه السيئة ولذلك أنت عندك الحجر الأسود هيعمل إيه؟ يشهد للناس يوم القيام سنة تقبيله الله أو المس هايشهد فلان قبلني وفلان قبلني وفلان وفلان أشر إليه وهكذا ولذلك في صورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها آه فلان صلى وفلان صام وفلان حق وفلان طمر وفلان قتل وفلان سرق وفلان نهب وفلان عدل وفلان ظلم كل ذلك يكون موجود وقائم وموجود على أرض الواقع طيب لو الأمر بهذه الصورة يبقى أنا لابد أن أدرك بقى أن الله أن الله سبحانه وتعالى عنده حاجة مش نقول بقى رادار ولا هنأر كمرات خفية ولا هنأر مش عارف لا 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 ده كل شيء بعناية ودقة عبر عنه المشركون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فدي رقم واحد يدرك فعلا العبد بأن الله جل وعلا مطلع وأن الله رقيب اتنين أقرأ القرآن لما أقرأ القرآن أقرأ إلى أن لحضرتك شرطي إلى بعضها وقرأت أنا أيضا بعضها أو أشرت إلى بعضها هتجد هذه أقرأ كده لا تأخذوا شنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أقرأ قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ده وده آه ده وده المرسل إليه والمرسل النبي والأتباع الرسل واللي كذبوهم واللي أمنوا بهم أقرأ كمان سيرة السلف الصالح وأشوف لما خل رجل بامرأة خلاص فبتقول له يعني يقول لها يعني لا يرانا إلا الكواكب كانت المرأة بحاجة إلى مال فخلاص فبيقول لها يعني ما فيش غير الكواكب فقالت له أين مكوكبها فين الكوكب الكواكب فين اللي خلقها فانتفض الرجل وقال ودي قصة الرجل برضو اللي هو الثلاثة اللي كان في الغار قالت له يعني لا تفض الخاتمة إلا بحقه هي مضطرة والتجأت إلى هذا الأمر إلى هذا الفعل الشنيع وكادت أن تموت هي ومن معها فخلاص المال تأخذ المال بهذه الفضيحة فبتقول له خلاص اتقل لا لا تفض الخاتمة إلا بحقه الراغل الكلمة برضو إيه تعارف عميث له صعقة صعقة فانتفض وطرك لها المال وعاد لله سبحانه وتعالى نقرأ سيرة هؤلاء السلف الصالح ندرك أن يوم القيامة يعني هو فعلا يوم الفضيحة تعارف مني هو يوم السيتر وفي نفس الوقت يوم الفضيحة من الأحاديث الرائعة الجميلة بأن العبد يؤتى بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فربني يقول له عبدي فعلت كذا يوم كذا يقول له نعم فعلت يقول له نعم وانا سترطوح عليك الكتاب بأعمال ربنا بيعرض عليه كل الأعمال بتاعته الحسنات والسيئاتية كانت سيئات فعلت كذا وكان يقول له نعم وانا سترطوح عليك ثم يأمر الله عز وجل الملئكة أن تبدل سيئاتي حسنات ساعية أنت عارف المؤمن يقول إيه هااا ومقرأ وكتابي ثم ما قالتش قبل كده ليه لأن الكتاب كان فيه إيه كان فيه سيئات كانت لسه ما تسطريتش اللي سطرها عليه في الدنيا هو العبد كان خايف فساعة ما ياخد الكتاب يقول لك بقى تعالوا الحقه شفتوا نتيجة بتاعتي الحمد لله جايب جاي جدا واللي جاي بامتياز واللي جاي بسم الله ما شاء الله فقاله تقع كلمة هقومه دي تحس انه كده ها يا جدعان الحقوني شايفيني وبعد ساعة يعني بلغة بقى دلوقتي لغة العصر الحديث يعني شير وطيطر وفسبك واشتغل بسم الله ما شاء الحقوني اهو لكن دي يوم التناد كل شيء على رؤوس الاشهاد فدي عايزين فعلا الاخ كمان يدرك بان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ساك الله خير شيخنا في اتصال من ام حمد من الدوحة سلام عليكم محمد ام حمد بعاننا ما نسبع شي يا جماعة بخير ان شاء الله شيخنا كيف اربي يا ابنائي في يعني في موضوع المراقبة يعني ولدي ان هو ما يسوي شيء غلط عشان خوفا مني انا خوف من الله سبحانه وتعالى يعني صار الابن يعني جدامي تلاقيه يعني يلتزم يحاول قدر المكان لكن من وراي مثلا قلت له لا تسوي شيء فلاني فيسوي وراي مشكلة لكن جدامي يخاف من هذا الشيء اول لقطة هو لابد ان يستقيم العود حتى يكون الظل معتدلا وقديما قالوا لا يستقيم العود وظل أعوج او لا يستقيم الظل والعود أعوج انا عايز العود اما يكون عندي عود خاشبة مستطيلة الظل بتاعي بقى مستطيل طب لو فيه انحناء حيب الظل بتاعها ايضا فيه ايه انحناء الاب هو الاصل وهو العود وبالتالي لابد ان يكون الابو مراقب لله عز وجل ما وحنا احيانا يعني على سبيل مثال الشباب اللي هم الاباء اللي هم اخواننا اللي بيدخانوا سجاير يجي مثلا الاخ يقول لابوه يقول لابنه ما تدخانش الواد ما يبقى صغير والفطرة يقول له عيب يقول له انت بتعمل عيب ليه ما بطل انت يقول له اصلا انا بقى ظروف سيبني اجرب اما حان بقى الشاب بيقبل يقول له تسيبني اجرب زي ما جربت وما لقاها مضر ابقى سيبه اذا رقم واحد لابد ان نقدم النموذج والقدمة الحسنة النموذج الرائع والقدمة الحسنة انا بد ان تأصل في الاب اما اقول له ما تفعلش كذا انا ما افعلهاش اما اقول له روح المسجد ما اقول له شو روح المسجد وانا قاعد اقول له اذهب للمسجد بفعلي اما اقول له اسمع كلام والدتك اكون انا في المقام الاول انا يعني الزوجة عندي لها مكانة ولها منزلة وانا باكرم الزوجة مش يكون الزوج مع زوجته يعني شغال خبطه ورزعه سبه واشتيمة وفي الاخر اقول له اسمع كلام والدتك الام مدرسة يا عمي مدرسة انت مش محصلة حضانة عندك يبقى بالتالي انت خليها عندك مدرسة هتبقى عندي جامعة لكن انت لسه في الاب للحضانة بمراحل يبقى دي رقم واحد القدوة الحسنة دي مين رقم اتنين النظر في القرآن الكريم ويبدأ هو يقرأ ويطالع اولاده يغرس فيهم القيم اللي هي انت عارف قضية الله مطلع عليه ربنا شايفك ربنا يعني هيحاسب ربنا سبحانه وتعالى لا عظيم ولا يطرق صغيرة ولا كبيرة الا احصاها شوف القرآن ما تقرأ فيه يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه وبعدين وهو معكم اينما كنت ما يكون من نجوة ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك والاكثر الا هو معهم اينما كانوا نقول له نبدأ نقول له احنا الله سبحانه وتعالى مطلع شوفوا صيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا محاذب بن جبل يقول له تقل لها حيثما كنت ليه لانه معاك طب لو غلط يبقى على طول تعمل ايه واتبع السيئة اتبع السيئة الحسنة تتموها يبقى على طول ما احنا نغلط ده طبيعي لان الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم نارا بغير دخان مش ممكن لابد ان يكون فيه خطأ لكن انا عايز اقول له ان انت تراقب الله عز وجل ولا اخطأت ارجع لي قراءة بقى قصص السلف الصالح وابدأ شوف سيدنا عبدالله ابن عمر بن الخطاب عروة بن الزبير كان سيدنا عبدالله عنده بنت فاراد عروة ان هو يخطبها عروة رايح خطبها فين وسيدنا عبدالله ابن عمر بن الخطاب يطوف بالبيت الحراء فذكر له ابنته فما رد عليه ما عبروش فعروه قال له خلاص يبقى مش عايز يجوزني فلما عاد إلى المدينة ورجعه خلاص وقعده ودخلت عليه المسجد فالقيت عليه السلام فرد عليه ثم نداني قال يا ذكرت لي فلانا قال له نعم قال اما زال لك فيها رغبة لسه عايز تجوزه خلي بالك هو كان في عمر أو في حاجه وكلام ده على ما رجعه ده برضو خد الوقت مش ديكي بالطيارة ماشي كلم شونه ماشي وجمال وكلام قال له لسه يا ابن لك رغبة قال له قال لقد ذكرت لي هذا وأنا في طوافي وقال له جملة عجيبة أولا قال له أنا أتخاير أن الله جل وعلا أمامي ده مش مكان تتكلمني فيه في الموضوع ده أنا ربنا أنا متخيل أن ربنا قدامي بالضبط أن ربنا متطلع علي جاي تذكرني الكلام ده فهو أشوف ولذلك حديث النبي عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه اللي هو سيدنا جبريل قال هالو النبي وص بيها عبد الله بن عمر ووص بيها أكثر من صحابي النبي يقول له كده ما يقول له وصين يقول له اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه اللي بقى نعملها مع أولادنا وإحنا ذكرت لحضرتك القصة بتاعت سيدنا سهر بن عبد الله التستوري أما الخالو قال له إيه الله شاهدي الله ناظري الله مضطلع علي اشتغل معاه الله شاهدي الله ناظري الله مضطلع علي الستار عن مراقبة الله سبحانه حياكم الله عزيزي المشاهدين وهذه الحلقة عن مراقبة مراقبة الله سبحانه وتعالى شيخنا ثمار مراقبة الله سبحانه وتعالى هو لن يكفي أن الإنسان الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل عمل السبب متعلق بأمور الدنيا أو أمور الآخرة هو رزق محبة الله سبحانه وتعالى لأن من أحب الله جل وعلا راقبه في كل صغير وفي كل كبير وأصبح ناضي إلى الله جل وعلا في كل شيء هنقل بقى رايح شغله هنقل فأل ببيته مع زوجته مع أولاده مع أطفاله قضية أصبحت أنه مطالع مدرك جيدا أن الله سبحانه وتعالى يراقبه الأمر الثاني الناس تحبب العبد في الطاعات صحيح هيبدأ العبد في هذه اللحظة يعني مدرك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه فيحب هذه الطاعة يدرك أن هذه الطاعة في حد ذاته تقربه لله وبالتالي لن يضيع وقت لذلك العبد اللي يراقب ربنا ما عندهش وقت ضايع ولا وقت بدل ضايع صحيح الوقت عنده هو كل شغال فيه الوقت آه ده ربنا مطلعي طب أقرأ ولذلك احنا في رمضان الآن دلوقتي اللي مدرك أن للك القادر دي قد تكون في العشر أواخر من رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن هي في الليالي الفردية يبقى مش يضيع وقت الوقت له قيمة دي ثمرها الجنة المراقبة ثمرها الجنة هل تتخيل أن عبد الرقب الله سبحانه وتعالى في السبري والعلم وأن الله جل وعلا يخذله ولن يدخله الجنة أبدا هل جزاءه الإحساني؟ إلا الإحسان إلا الإحسان ما هو أحسن وده هو الإحسان الإحسان بالمعنى الشامل بالمعنى الواسع بالمعنى الكبير جدا للغاية كنا احنا في الفاصل حضرتك كنت بتذكر قضية الإحسان في العمل شكده وليه نعم مسألة الشيخ الآن لما واحد يعني يعمل في عمل معين فإذا شاف نفسه أنه قصر في شيء أنا بهذه الطريقة ما أعصيت الله نعم لكن أنا قصر في حق مسؤولي فينظر لهذه النظرة ما ينظر لهذه العمل عبادة ومسؤولية مثلا إذا هو قدر يعني مسألة الرادارات في الشوارع أنه أنا إذا أنا خالف بأدفع فلوس ما عنده مشكلة لكن ما يحط في باله أنه هاي ممكن خطر يكون على سلامته وسلامة غيره وممكن يعني يودي بنفسه إلى التهلكة في أمور كثيرة ناس يعني ينظرون لها ناس سهلة لكنها هي فيها معصية لله سبحانه وتعالى أليس كذلك هو شوف حضرتك من معاني المراقبة هي الإحسان ولذلك الإحسان يسألوا عن ما سألوش عن المراقبة هو يسألوا عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه فإنه راك ومن معاني الإحسان الإتقان وبالتالي الإتقان هذا لا يحتاج إلى أن يكون رئيسي في العمل الأستاذ عقيل يبقى طول ما هو موجود يبقى أنا بسم الله ما شاء الله 100% طب إذا غاب هو نفس القضية بتاعة المرأة بتاعة الزمان إذا غاب الحارس إذا غاب الشرطي الله جل وعلا لا يغيب هو مدرك مدرك أن الله سبحانه وتعالى مطلع مدرك أن الله ولذلك يأتي الإتقان ولذلك المجتمع الذي تتجلى فيه المراقبة في أبهى صورها هو مجتمع مطق لأنه خاف الله قبل أن يخاف العبد لأنه خاف الله جل وعلا قبل أن يخاف المسؤول لأنه خاف من الله جل وعلا قبل أن يخاف من الحاكم أو السلطان لأنه خاف من الله سبحانه وتعالى الذي يحاسبه على النقير والقطمير على الصغير والكبير لأنه خاف الله جل وعلا الذي أمره بالإحسان قال تعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ويريح ذبيحاته تخيل هذا الإتقام بهذه السورة بقول لي حضرتك أن الإتقام من ثمراته أنه سيريح الإنسان سيريح المجتمع سيوجد حالة من حالات الإتقام في داخل هذا المجتمع فترى كل شيء في موضعه الحقيقي ما فيش عندي بقى تجييف ولا غش ولا تدليس ولا أبدا الإتقام المراقبة في حد ذاتها تحفظ للناس أرواحهم تحرم تجد في بعض المجتمعات عمرات تنهار وجسور تقع عادة في معظم الأوقات في مجتمعنا العربي والإسلام المشكلة تبقى في إيه إن ما راقب المقاول لعمل الجسر أو البناية هذه ما راقب الله سبحانه وتعالى بس أنه غش يبقى هو شارك في هذا الأمر يبقى لم يحافظ على أرواح المجتمع لم يحافظ أما يكون عندي أصلا مدرس ولا يراقب الله عز وجل يقولوا الطالب يديروا الدرس بأبي ينقح طبعا بيجلوش حتى لو متقن ما ينقحش بيطلع في النهاية بيبقى عندك إيه بيبقى عندك محامي فاشل مهندس فاشل إعلامي فاشل داعية فاشل طبيب فاشل وده في حد ذاته ده يطلع يقول للناس قال الله قال رسول الله فيفهمهم الحق على أنه الباطل على أنه حق ويطلع عند الطبيب تروح له يديك علاجه يبقى عليك خطأ وتروح المهندس اللي يعمل لك البناية مشكلة تصير مشكلة كبيرة يعني صد إذن المراقبة في حد ذاته لو وجدت كفيلة أن تصلح المجتمعات كل المجتمعات التي نعيش فيها الآن يقف أن يحب الله سبحانه وتعالى هو الإنسان ليبحث عن حب الله عز وجل كفى بالراقيب أن يحبه الله سبحانه وتعالى نعم بزاك الله خير ما رأيك في من وضع نفسه مراقبا على الناس قاعد يتصيد أخطائهم فلان والعلان في بعضهم حديثهم أو شغلهم الشاغل هذا الشيء خاصة لما يكون واحد معروف عنه بالمثالية فيتلاقيه يعني يحاول قدر الإمكان أن يتجسس عليه ويتحسس ويشوف المواطن الخطأ فيه ومواطن الزلة فيه فيبينه من شر الناس من يتتبع ورات الناس ومن تتبع ورات الناس تتبع الله عز وجل عوراته ومن تتبع الله عز وجل عوراته أوشك الله عز وجل أن يفتحه في عكر ديره هذه الكارثة من أكبر العيوب التي تضرب مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو الانشغال بعيوب الآخرين عن عيوبنا نحن وترى القذة الحاجة الصغيرة التي موجودة عن الناس بالنراها كأنها عظيمة ونكبر فيها والشيء الكبير الذي عندنا إحنا أصلا يعني إنسان يبقى أحيانا هو تتجلى صور الإجرام في شخصه لكنه لو وجد إنسانا رفع صوته على صوت أبيه أو مثلا وقع في أمر ما ده بيشتغل بقى عالم التجسس وعالم لانتشار هذا الأمر هذه الكارثة أبدا يا أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالستر لأنه ستير ويحب الستر من سطر مسلما في الدنيا سطره الله في الدنيا والآخرة خير خلق الله من سطر على خلق الله خير خلق الله ده حتى العبد لو أتى بذنب نشوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول كده الصحابي لما جايه هو عايزه ما يقلوش يقول له خلاص روح انت وتوب بينك ومن ربنا لأن المجتمع الإسلامي المجتمع لا يتشحل الفضيحة ولا يتشحل الإقامة الحدود على الناس أذنبت آه طب روح توب رد المظالم لأصحابها بينك ومن ربنا إذا إذا تاب العبد توبتا لكن إن إحنا يشتغل بقى إحنا مراقبين على خلق الله دون بيينة ودون آه أنا ممكن أكون ممكن أشتغل بعض رقيب لأن دي وظيفته الشرطة ده رقيب عسكر المرقاعد ده وظيفته بيتصيد لأمن البلد هذا هو وبصلحة البلد ده وظيفته يتصيد الأخطاء دي وظيفته وظيفته دي لحفظ الأمن لحفظ البلد من عدوهم في الداخل أو من عدوهم في الخارج طب أنا أنا بقى نفسي بقى من جعلني رقيبا على الناس كلهم آه رقيب إذا ظهر منه أمر إذا ظهر خلي بالك بتاع الشرطة هو عادة بيبحث عن المستخبي زي باب نقول لكن إحنا أحيانا أنا مش وظيفتي أبحث عن المستخبي أنا ممكن أعالج الخطأ الظاهر ودي وظيفتنا كلنا من رأى منكم منكرا فليغيره آه بياده إذا كان في استطاعي ودي من وظيفتي فإلا ما يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضع في الإمام فأنا بغير بلساني المنكر الظاهر طب المنكر الخفي آه تعالى شفت فلان دهوت ده أنا بتهيئ اللي ماشي معاه ده مش مراته طب تعالك كده نشوف يا عم إنت مالك إنت مراته إنت مالك ده مش وظيفتك وليس من حق أن تتجسس عليه طب تيجب أن نصور صورة ونشوفه هو ولا مش هو طب ونشوف هي ولا مش هي طب أنا أدخلت نفسي فيما ليس من شأني وهذه النوعية تضر بالمجتمع الذي تعيش فيه وهي عند الله عز وجل من أسوأ خلق الله سبحانه وتعالى نعم لكن من الجميل أن الواحد يعني يعني يكون رجل أمن في البلد أنه شاف شيء خطر على البلد في مسألة أنه هو مش مسألة يراقب مسألة أنه شاف شيء غلط شيء حد يلعب بالمال العام حد أنه هذا يجب أن يقف على حد ماذا قلت حضرتك هذا في الأمر الظاهر الظاهر لكن ما رحش لا أتجسس فلان بيتهيألي ممكن يضر مش بتاعتك مش بتاعتنا الأصل أن كل مجتمع وكل بلد وكل موطن وكل قطر فيه رجال أمن قائمين على دي وظيفتهم هم بقى بيشوفوا ويبقى ويبقى وبعدين حتى مش من تلقاء أنفسهم ده مكلف بأمور محددة وشخصيات معينة مثلا لكن إذا ظهر الأمر إذا ظهر المنكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هو أبو هريرة لو هو في الطريق ومرت عليه امرأة متعطرة قال لا رعا فيني أمت الله بتقوله راح لا 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 اذهبي لا بهذه لنمنكر وواجد هذا المنكر ظاهر وواضح للعيان والبيان لكن ما رحش أبو بها وريرا بقى وقعد يعني يشوف بقى لا لا هو الأمر ظاه ففرق بين ظهور المنكر وبين كتمن المنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو أمير المؤمنين في القصة المعروفة المشهور لما سمع ناس قاعدين كده بيشربوا خمر بس بيشربوا في مكان جوة بيت ماذا صنع عمر وهو أمير المؤمنين ده الحاكم من الأعلى للدول تصور عليه نط بسرعة وقام داخل ساعة ما دخل بس هم كانوا بيشربوا خمر جماعة خمرجية صحيح بس فقهاء عارفين إيه اللي عمله عمر قال له واحد منهم قال له الخليج بقى سي أمير المؤمنين احنا ارتكام خطأ انت ارتكبت ثلاث قال له ايه يا عم التلاث قال له ربيني قال له لا تجسسوا وانت تجسست علينا تبقى بيشرب خمر بيشرب خمر في مكان يعني خلاص مع عمر ما رحش يتصنط بقى ويوقف قال له طب اتنين قال له تصورت علينا الباب والله جل وعلا يقول وقت البيوت من أبوابها انت طلعت كده طب والثالث قال له والله انت دخلت البيوت بدون استئزان وربنا بيقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتا طب قال له طيب أسفكم ما ترجعوش تاني قال له خلاص ماشي وعمر واجد فيهم برضو اللي هو يخوف اخطأوا واجرمهم فاحنا مش عايزين نتصنط التجسس والتصنط ومش لهذه الأمور هذا ليس من شأن للعموم الناس عموم الناس نعم الله يتزاخر يعني الآن أنا أريد أن أبدأ صفحة جديدة وأراقب الله سبحانه وتعالى في سري كما هو في علني يعني فما هي الخطوات المفروضة أن أتبعها في هذا المجال هو المفترض أن الأخ يدرك أنه إن كان مقصر في أمر ما يبدأ بقى يحسب نفسه تقصيري ده طيب هو في إيه بالضبط في حق الله ولا في حق أبو يا أمي ولا في حق زوجتي ولا في حق أولادي ولا حق المجتمعي ولا في حق العمل اللي أنا فيه ما وحنا صحيح القصور يعترى الإنسان من كل جهة فيبدأ أنا كده أحدد أعرف نقاط الضعف اللي عندي فيه التقصير أنا لا أخرى أقبلها عز وجل في العمل بتاعي يعني بمعنى إن أنا بأنشط في وجود الناس وأكسل في عدم وجود الناس يعني ده قد يجرني إلى حالة من حالة النفاق ورعاذ بالله جل وعلا لأن الإخلاص غاب يبقى أنا لما أتصدق أتصدق عشان الناس تقول متصدق لا واحد أدرك خطورة هذا الأمر خطورة الأمر صعبة صعبة جدا في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به من نار يوم القيامة ثلاثة من هما الثلاثة أستاذ عقيل مجاهد مجاهد وقار القرآن وقار القرآن ومنفق مش كده حضرتك أنت وأنا وكل واحد من مني لا يتمنى أن يكون من هذه الأصناف الثلاثة بس من روحش النار مجاهد مجاهد وقارئ القرآن وقارئ القرآن ومنفق ومنفق في سبيل الله تعالى أعظم الأصناف شف بقى التلات دولة يجي أول واحد نهي مؤليا تعالى المجاهد أنت عملت إيه ربنا يسأله أقول له جاهدت في سبيلك جاهدت أقول آه أقول له لا جاهدت آه ولكن جاهدت حتى يقال شجاع حتى يقال جريء وقد يقيل الناس قالوا البطل المغوار والرجل المقدام كل يتقال خلاص طيب قيلة يلا على النار يجي التاني قارئ القرآن قرأت 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 القرآن وعلمت لم أترك بابا إلا وعلمت فيه قال له قرأت حتى يقال عالم حتى يقال قارئ كنت يعني شان يقول فضلت الشيخ فضلت الدكتور فضلت العلامة والبحر الفهام وإحنا كنا نتريع زمان كده بعض بشيخني يقول لك والتيرع المليانة أنت بسم الله ما شاء الله اتقال وجمع لك الناس من كل حدا من وصوب وبسم الله ما شاء الله ده اتقال ده عشان اللي انت كنت عايزه الشهوة النفسية الحظ النفسي ما كانش خلاص طباجي طب إيه اللي كده قيل على النار المنفق ده بقى يعني لم أترك بابا اللي في داخل البلاد ولا في خارج البلاد بر ومساكين ويتامة وتعليم كل حاجة عملت أعملت لكن لم يكن لله عز وجل وإنما كان من أجل أن يقال المنفق ورجل البر والإحسان والرجل كذا قيل خلاص بقى أنت تاخد الثواب بتاعك من هؤلاء الموضوع انتهى الموضوع راح كل هذه الأمور ولذلك ينبغي لأن الإنسان في مراقبته مع الله عز وجل هو مطالب بثلاث أمور في مراقبته لله عز وجل واحد مراقبة قبل العمل أن العمل ده المين ليه أنا بابني الجمع ده ليه طب المال ده اليتامة دولة ليه الجمعية دي أنا أعملها ليه بعلم العلم ده ليه الخطبة دي بقولها ليه المحاضرة دي بقولها ليه الموقف ده أنا بقوله ليه بأنكر على أخي الأستاذ عقيل ليه طب هو الأستاذ عقيل بأنكر علي ليه إلا ما يكن الأمر لله يجل وعلا يبقى كارثة يبقى دي رقم واحد المراقبة قبل الدخول في العمل طب اتنين المراقبة أثناء العمل وأنا شغال وأنا بصلي خلاص بقى في حالة من حالات الخشوع والخضوع والذل وإحضار القلب واللهم سبحانه وتعالى مطلع علي وربنا شايفني كما كان يقول بأحد الصالحين أنا ساعة ما بخش أصلي كده عشان أصلي بصلي إزاي قال له بقى توضع وأحسن الرقوع وأحسن الوضوء طب وبعد ما حسنت الوضوء بقى أدخل بقى أستشعر كده بأن الله سبحانه وتعالى ربنا شايفني الجنة على اليمين والنر على اليساري والصراط من تحت قدمي والله سبحانه وتعالى مطلع علي وأتم الركوع والخشوع ولا أدري أقبل الله عز وجل الصلاة مني أم لا شوف كل التخيل ده هو في قلب الصلاة فهو حاضر بقورحه بقلبه بروحه نحن في صلاتنا من راقب الله صلاتنا ما نستشعر فيه الله سبحانه وتعالى يشوفنا بتلاقي بالنا يمين وشباله ما نحس بالصلاة ونخلص الله المستحان فكتني بأحد الناس كان صلى إمام كان صلى فلما سلم في صلاته الناس يقولون أنت صلت ثلاث ركعات وكت صلاة ربعية واحد قال له لا أدو الأربعة يا عم قال والله أربعة عرفت إزاي قال لهم عندي أربعة دكاكين فكل ركع باطمئن على دكان والحمد لله اطمئنت على الأربعة فهو المراقبة في داخل الصلاة بعدما خلص الصلاة بتاعته بعدما خلص العمل أي عمل صلاة صوم زكى حاج أنا أيضا أراقب الله عز وجل فلا أعجب بهذا العمل حتى لا يحبط هذا العمل لأن القضية أن أنا لا أعجبت ودخل العجب إلى قلبي بما قدمت وأنا اللي صليت وأنا اللي صمت وأنا اللي زكيت وأنا اللي حقيت قد يذهب هذا العمل وتضيع مراقبة الله بعد إتمام هذا العمل الله يزاك خير بزاك الله خير فضية الشيخ دكتور أكرم عبدالستار كساب على هذه النصائح ونحتاجها في هذه الأيام والله يتقبل من الجميع ويجعل أعمالنا كلها خالصة في الوجه الكريم ونعبد الله كأنه يرانا فربي اتزاك خير ودوان الله عليهم يراقبون أنفسهم ويقومونها طاعة وتوفيقا والمراقبة تكون أكثر ما تكون حين يكون أحدنا خاليا وعلينا أن نؤطر أنفسنا أطرا وندربها على المراقبة في السر والجهر لعل الله تعالى يتجاوز عنا نسأل الله حسن الخشية وحسن الطاعة وحسن الاحتساب ولنتذكر قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان